فانا اخترت. انا عايز اقول لك بقى. معلش يا كابتن. احنا ده الحلقة بارت وان. حبيبي. احنا بنقول لهو على الهواء. ده حلقة بارت وان. ليه اشترافك كابتن عايز. اشتراف لنا يا كابتن. لان ما شاء الله تاريخ احنا عايزين نكتبه في مجلدات حشان نلمه في حلقة مشتحيك. فالجزء التالي من الحلقة ان شاء الله. ان شاء الله. هنبتدي بقى من اول ايطاليا ومشورك معها حتى الان. بس خلينا نروح لفقرتنا. ان شاء الله. هنعملين فقرة مجموعة من الاسئلة. تمام. ويعني ايه نشوف ردك بقى واسئلتك. ويمكن الجمهور بيعرف ضرفنا اكتر في الفقرة. ان شاء الله. خلينا عرض للاسئلة كده. فضل. سؤال الاول. ايه اصعب بطولك سبتها في حياتك. بس عايزك تتقنى في الاجابة. بطولة افريقيا مع منتخبات طبعا. انت خدت ست بطولات افريقيا وانا بعد. بطولة الدورة مع الطلاقة. زهبية البحر الابض متوسط 2005. التصفيات للمؤهلة لأمبيات البرازيل. طبعا هم كلهم صعبين. يعني كل واحدة مرتبطة بحدث. بطولة افريقية. يعني انا اقول لحضرتك الاجابات. بس عايزت بس تفسير بسرعة. بطولة افريقية عشان كتغيب 22 سنة. طلاقة الجيش كنت راجع من اصابة كوية جدا. وكنت لازم اثبت الحمد رب عامين. لانا راجعت بحاجة كويسة. زي بيت مح متوسط. كالتحدي كبير للجيل بتاعنا. وكننا قريبين. وكننا يعني خلاص الناس متوقعة. ممكن نكسى. ممكن ما نكسبش. بس اصار وعزيمة جامدة. ربنا اكرمنا بها واخدناها 2005. وكانوا جمع اسبانيا. اه. تصفيات قلنبيات ريو. كنت مصاب. الصابت في موتش الليفتاح صاد الكونغو. ما تكملتش بطولة كنت قاعد بره البطولة. كان عندي قطع في الوطر العادة الأمامية. كان صعب خالص. اه. فطبعا كنت قاعد بره. كنت قطع. اه طبعا. قلبي طبعا مع العيبة جوا. انا قدت لنا ان كل بطولة من دول تصلح انها تبقى صعبة بطولة. فالاختيار لي. بس في الاخر لازم نجاوب على واحدة. ونعد كون دونة جمال. وفي كون دونة نعد الكب. مما انفقش اختار اتنين. اه لا. احنا عايزين واحدة. طبعا نختار واحدة وديك فرصة تختار التاني. بس لازم في واحدة الاول. اول واحدة اختار بطولة الدورة مع طلع الجيش. بطولة دورة. طبعا. كانت تحدي قوى. طبعا. طبعا. كانت الناس هجوم جامل جدا. بس الحمد للرب عالمين يعني. ربنا كبير وربنا كريم. بعزيمة. قلت لس قادر ودي كمان. اه الحمد للرب عالمين يعني. وانا كمان كنت طلع من الاصابة كبيرة يا كابتن عيسم. اه صحيح. بعض الناس ما كنتش حاسة بالموضوع دوت. كانوا قالوا عبدالله خلاص انتهت. اه. ورايبين مني. وصحاب اللي كانوا معي اللي في الملعب. وطبعا. طبعا. ده يعني شكر جامل اول لكابتن شريف. طبعا. وقال عادي في القصة بتعطيها الجيش. طبعا. عملة هكذا عليها. كانت غايبة عينة 22 سنة. اه. كانت مهمة وجي لسة طلع. وجي لسة طلعها زي ما تقول بنكتب لسة اسمنا. لا تكتب. لا يابقل اه بقى لا تكوني ما عليك. تونس تحتلل الصلاة. خلينا نروح للسؤال التالي. فضل. فضلوا يا جماعة. لما كنتش لعب كرة طائرة كنت ممكن تطلع ايه واحد مهندس اتنين ممثل تلاتة وظيفة اخرى اربعة دكتور وظيفة اخرى لعب كرة القدم انا بعشق كرة انا لعب كرة طيب خلاص هشي الوظيفة اخر دي لو كنا حطنا الاسئلة دي بعد الحلقة كنا هلحط لك الوظيفة الابرة دي لعب كرة القدم احنا خلاص عرفنا اذا يعني كابتل عبدالله كنا نتمنى وظيفة اخرى لعب كرة قدم طيب خلينا نروح لسؤالي اللي بعد كده ايه هي اكتر حاجة بتحبها في حياتك الفسح التمرين العائلة الاكل لا بيحب العائلة طبعا 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 المظلومين في وقتهم معايا احاول اعود وقت اقدي مقدر يعني طول الشتاء طبعا يعني طول الشتاء في النادي في المنتخب طبعا في السيف وقت قلال قوي معاهم طبعا ظلمهم جدا في خروجاتهم اكيد موابسرين اه طبعا اكيد موابسرين اه طبعا بشكر طبعا زوجتي وبشكر ولادي طبعا هموا مستحملين اه ربنا خليك ابنائزل مستحملين الوقت دوك كده اللي انا مش متواجد معاهم بشكرهم جدا طبعا طبعا كلما النجمر يزيد تقلقه وبيبقى نجم جدير زيك اكيد ارتبطه بايلته بيبقى اكتر وبيبقى مقدر مقدر الدور اللي بيقوموا بيه في حياته يعني فدي طبعا ده مش غريب عليك يا كابتا طبعا بنروح للسؤال اللي بعد كده ايه اصعب موقف حصل لك في حياتك لا عاجزك بقى تركش شوية واحد موقف مع اصحابي اتنين موقف جوه الملعب تلاتة موقف في الدراسة او العمل اربعة موقف معائلتي لا طبعا الموقف بتبقى برر ملعب اكتر يعني الحكم اللي يعني العيشة في الجو الرياضي والمعسكرات والبطولات دي طبعا اكتر موقف طبعا برر ايه بقى الموقف كنا في سربيا ايوا في السيف بروح نلعب بطولات فكنا في حتة مصيف كده في اسمها بادوفا في منتينيجرو فالصبح طبعا تعرف كل اوروبيين بيزور يفطروا فطبعا بسم الله و ما شاء الله يعني كان فيه مجموعة من الناس بادي بيلدنج كده حاجة منتجري دي اللي فوق جبل مصبوط صح روحتها الى الجبل السوداء فحاجة طبعا تخد طبعا انا وصاحبي محمد علي طبعا خلاص جبنا للفطار وعايزين نقود على التربيزة طبعا من كنا الشواغدين اللي فيه بنا اللي فيه ناس قاعدة فطبعا قاعدنا حطينا وبناكل ادوا بيبوصلنا واحد بيبوصل لك دوات وانا تخضيت و بسم الله و ما شاء الله يعني فقال لي صاحبه بصوا وراها لها ايجيبت مكتوبة قال له ايجيبت قال له اوكي طالعا ببسط لك اوضا قاعدت تلات ايام ما لزيتش من اوضا تلات ايام ما طبعا طبعا كل الناس اللي عندنا اللي انا شايفها اللي ممكن اتحمل فيها بتكلمهم مين يا باشا قل لي معرفاكش دكتور رياسر قل لي معرفاكش قل لي معرفاكش اتعامل يا كابتل انت هتشوفهم تخض و كمان سيربيا هم عندهم شوية يعني اشعة بتطف شوية دخل بلا ما بابادي بيلدنج في سيربيا لا ده انت هتخلت معنا ساق كل يوم صاحب ينزلوا بالليل يتمشي شوية انا اعف اوضا انا قلت لا خلاص امزل باو اللي يحصل يحصل مرحوم السامير غالي لما كان يقول لك الله يا محمد مزدود طيب ناخد السؤال الاخير مع بعض كده ايه هي اكتر اكلة بتحبها اللحوم والاسماك اثنين الفواكه ثلاثة المحشي اربعة الخضروات طبعا المحشي من ايد ست الكل طبعا طبعا المحشي ربنا يبارك لك طبعا انواع ايه محشي انا بقاه الحمد لله كلهم لازم اول يوم رمضان يكون فيه محشي لا ينفعش طبعا انا بغوروك بزرحة وارده طبعا ما بتحب العلاج يا عمدان بس انت يا مشاء الله بالرغم ان انت بحب الاكل المحشي بس من شاء الله بحافظ على القوم باخد بالي مش كل الوقت يعني باخد بالي طبعا طبعا الوقت وقت البطولات وقت المعسكرات وقت البداية الموسم دوت مهم جدا الواحد لازم يركز في واجباته ويركز في تمرينه فيها فلازم يكون واحد مدرك كويس جدا عارف هو بيعملين